موسيقى موسيقى أهلا عزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور وقال الله ليكن نور فكان نور فأنا بصلي فعلا هذا النور يستعى اليوم في حياتك ويبدد كل ظلمة وكل شبهات وكل غشاوة من العيون هاي حلقة خاصة ومعاي ضيف خاص اللي راح نرد على تساؤلات كثيرة اللي بتصلنا عن طريق النت أو عن طريق التواصل الاجتماع عن طريق الفيسبوك فبعض الأسئلة راح نرد عليها في هذه الحلقة وإحنا بنتكلم في هذه الأسئلة يمكن أنت تذكرت سؤال أو في موضوع مش فاهمه أنا بشجعك أنك تتواصل وفعلا إذا في عندك كمان سؤال فيك تكتبه على الفيسبوك ومتل ما شايفين من فترة لفترة احنا بنعمل حلقات اللي من رد فيها على تساؤلات المشاهدين ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة أعزائي سرنا نستضيف إلى برنامج ليكن نور الأخ يوسف إرياض خادم الإنجيل أخ يوسف من مصر وهو خادم متجول في كل أنحاء العالم له مؤلفات عديدة وكتب كثيرة في مواضيع لهوتية ومواضيع عقائدية احنا فرحانين ومصرين أنك تكون معنا في هذه الحلقة أخ يوسف الرب بارك اليوم رح نخد الموضوع في بساطة أنه في أسئلة كثيرة بوجهولنا المشاهدين بوجه هذه الأسئلة لألنا وفي بعض الأسئلة رح أقرأها من كلمة الله ورح يعني أنت تعطي الرد لكن قبل ما أبتدي بالأسئلة الرسول بطرس قال هذه العبارة فقدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداع وخوف لكن للأسف أخي يوسف اليوم في كتير ناس مش بتسأل لأنه عاوزت تعرف بتسأل لأنه عاوز اتبرهن العكس وعاوزة اتهاجم فالفكرة بطلت أنه فكرة أنه أنا عم ببحث أنا عاوز أعرف عاوز أدرس عاوز أكتشف الحقيقة لكن أنا عم بسأل عشان أبرهن شيء في داخلي فكيف الرد على هاي الناس يعني ماذا تقول لإنسان مريض وبيناقش وبيجادل وبيشارع مش علشان يعرف فين الدواء اللي يشفيه من مرضه لكن عشان يغلوش على الشركة اللي عملت الدواء اللي يشفيه أنت تؤذي نفسك يا صديقي عندما نتجاهل الحق الخاص بالأبدية ماذا بقي لنا من عقل ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أنا دي أبديتي وسأحتمل وسأحمل وزري إلى أبد الأبدين لو لم يوجد من يخلصني والعجيب أنه وجد من يخلص وأنا أرفضه أنا لا أريد أن أؤمن به أني أخطئ إلى نفسي يقول كده من يخطئ عني يضر نفسه وأنا أتمنى أن المشاهدين اللي بيسمعونا ما يبقوش من هذا الفريق مع أنه موجود هذا الفريق في العالم وبكثرة لكن أتمنى أن كل واحد يبقى حكيم إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل قال يسوع وتعرفون الحق والحق يحرركم أنا لما أطلع على شخصية المسيح شخصية رائعة شخصية فريدة شخصية متميزة لما أقرأ تعليم يسوع تعليم عجيبة ولسيما عزت المسيح على الجبل لما أطلع على حياة المسيح حياة خارقة حياة معجزية حياة أخلاقية لا مثيلة له يعني شخص كامل لما أطلع على معجزات يسوع المسيح لما أطلع على مواقف يسوع المسيح وكيف تعامل مع كل هذه المواقف كفيلة لوحدها أن تحط المسيح في مصاف التفوق عن أي شخصية أخرى السؤال ليه هذا العداء لشخص المسيح ولسيما الكتاب موجود يعني أن تقرأ سيرة حياة يسوع في الإنجيل المقدس بتكتشف حياة هذا الشخص الرائع ليه الناس بترفض يسوع المسيح في الحافي زي ما قال المسيح في متة 13 إنسان عدو فعل ذلك في المثل كان يقصد إبليس ولما شرح المسيح المثل قال إبليس فإبليس يكره الله ويكره الإنسان والمسيح هو الإنسان الإلهي أو هو الله وإنسان في آن فإذا كان الشيطان يكره الله ويكره الإنسان فلابد أن يصب عدائه بصفة خاصة نحو المسيح وأقدم نبوة في الكتاب المقدس أضع عداوة بينك الحياة وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه وده اللي حصل في الصليب لذلك الشيطان يكره المسيح وأكره الصليب وعندما تبحث في كل الأمور في العالم تجد أن الشيطان يوجه حربه ضد هتين الحقيقتين لهوت المسيح أو شخص المسيح بصفة عامة ثم عمل المسيح على الصليب واحدة من التعليم اللي دائما حضرتك كتير متميز فيها وموضوع اللهوت والكفارة وما يختص في الطبيعتين يعني يسوع في الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية فدايما لما بشوف على اليوتيوب أو على الفيسبوك وهجمات ما بعده شوف شايف عم بعملوه إله وعم بقاله وشوف شو الكتاب عم بقولوه أنا أقتبس وهذا الاقتباس اللي بيختبسوه من إنجيل يحنى إصحاح 8 من آية 40 إذا ممكن أرجع حتى قبل آية 40 أجابوا وقالوا له أبونا هو إبراهيم اليهود بيحكوا ليسوع قال لهم يسوع لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وهذه الآية اللي بيقتبسوها وَأَنَا إِنْسَانٌ قَدْ كَلَّمَكُمْ بِالْحَقْ الذي سمعه من الله هذا لم يعمله إبراهيم أنتم تعملون أعمال أبيكم فقالوا له إننا لم نولد من زنا يعني ابتدأوا يهينوا في المسيح لنا آب واحد وهو الله وطبعا المسيح برد عليهن الرد الرائع فالفكرة وَأَنَا إِنْسَانْ قَدْ كَلَّمَكُمْ بِالْحَقْ إزاي أنتم بتقولوا عنه إله والمسيح نفسه عم بقول وَأَنَا إِنْسَانْ قَدْ كَلَّمَكُمْ بِالْحَقْ يعني إذا كان الشخص يريد المجادلة للمجادلة فالكتاب وصانا المناقشات الغبية السخيفة اجتنبها أما إذا كان يبحث عن الحقيقة وهذا ما أتمنى لأنه زي ما أشرت من شوية الحقيقة ستؤثر في أبديتي ولن تؤثر في أحد آخر إذا نطح إنسان الصخر أنا لا أعتقد أن الصخر سوف يدار إطلاقا لكن الذي سوف يدار هو الإنسان الذي يرفص وينطح الصخر نشرح الموضوع بكل بساطة نحن نؤكد أن المسيح إنسان ونؤكد في الوقت ذاته أن المسيح هو الله الكتاب المقدس أعلن الأمرين أوضح كلامي أكثر الرسول يحن في الإنجيل ركز على لهوت المسيح من أول آية لآخر آية يعني من أول آية في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله بيركز على آخر آية أعمال أخر كثيرة عمل يسوع لو كتبت واحدة فواحدة لست أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة إذن في إنجيله ركز يحن الذي هو الرسول الحبيب على لهوت المسيح لكنه أيضا كتب رسالة وفي الرسالة ركز على إنسانية المسيح إلى الدرجة التي فيها قال كل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله يبقى إذن المسيح هو إنسان وهو الله في الأصاح اللي حدك أشرت اللي هو الأصاح تمانية عدد أربعين آه بيقول أنا إنسان لكن في نفس الأصاح عدد تمانية وخمسين بيقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وعندما تعرف ماذا تعني كلمة أنا كائن في اللغة اليونانية التي كتب بها العهد الجديد إيجو آيمي نفس العبارة التي قالها الله لموسى في خروج 3-14 لو الشعب سألني اسم ربنا اللي بعتك ده اسمه إيه قال له قلهم إيجو آيمي أهي الذي أهي أهي الذي أهي عشان كده اليهود فهمهم أن المسيح يقول عن نفسه أنه الله فرفعوا حجارة لكي يرجعه يبايدا في الأصاح نفسه عشان كده بقول هل سائل هذا السؤال مخلص أم يخفى عليه بإرادة أنا مش عايز أفهم برحتك لا هو طبعا غير مخلص لأنه أنا دائما بقول اقرأ سياق الحديث اقرأ الآية لبعدها اقرأ الآيات وعلى فكرة في نفس سياق الحديث في آية 56 أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح فاليهود شو عم بيسأله فقال له اليهود ليس لك خمسون سنة بعد أفرأيت إبراهيم وهنا كان جواب يسوع لحضرتك بتقول قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فرفعوا حجارة ليرجموه فأما يسوع فاختفى وخارج من الهيكل مشتازا في وسطهم مضى هكذا فإذن يعني الكلام واضح يا أخي نظار إذا أنت بتقول مش مخلصين طب حنعمل للي مش مخلصين دول نعمل لهم إيه ماذا بقصعنا شايف شايف المسيح وأنا إنسان قد كلمكم فطبعا العالم كله المش قارئ أو ما أنا بقارئ فطبعا خلاص يعني بصدقوا ما فيش يعني إذا فكرة أهل برية كانوا أشرف من أهل تسالونيكي كانوا بيفحصوا كانوا بيدققوا مش أي كلام يقال وكل بساطة وين الآية موجودة سياق الحديث في هذه الآية لمين كان بيحكي وشو المضمون لهذا الحديث وكيف فهمه الحديث اليهود وطبعا بالطبع لما قال هاي العبارة أخذوا حجارة لأنه بالنسبة لليهود هذا مجدف لأنه يقول أنه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن الحقيقة يعني عايزة أقول تاني نحن لا يعنينا غير المخلصين المسيح نفسه قال اتركوهم هم عميان قادة عميان وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة لكن أنا يعني همنا قوي زمحك تفضلت في بداية الحديث لمجاوبة كل من يسأل عن سبب الرجاء الذي فينا بوداعة وخوف نتمنى أن يكون بيسأل عن إخلاص للمعرفة نحن مستعدون أن نسير معه الميل الأول والميل الثاني أيضا شو بيقتبسوا في يحنى 17 آية 3 وإذا ممكن تعلق عليها وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته ها شايفين بقولولنا الإله الحقيقي وحدك فالمسيح عم بيقر عم بيعترف الإله وأنا مجرد رسول ويسوع المسيح الذي أرسلته طبعا عندي مشكلة برضو في الآية دي هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك لماذا لم يتوقف المسيح عند هذا الحد أليس أن أعرف الله الحقيقي وحده كافي لماذا يقول أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته وإجابتي عن هذا السؤال لكل مخلص يبحث أما اللي بيخفى عليه بإرابته الله يعينه أو الله بأي دينه الله يساعده يعني ده مش موضوعي أنا لماذا ذكر ذلك لسببين السبب الأولاني كيف عرفنا الله كيف عرفنا الله عن طريق يسوع المسيح في أيتين على ذلك في يحنى 14 أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به في رسالة بطرس الأولى أصح واحد الذي به أي بالمسيح تؤمنون بالله يعني عشان تعرف الله لازم تعدي على الطريق والحق والحياة وتؤمن بالمسيح لكي تعرف الله هذا السبب الأولاني السبب الثاني أن المسيح هنا يفارق بين فريقين كلاهما على خطأ الأمم الوثنيين الذين عندهم تعدد أهلها لا الحياة الأبدة أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك طب بس ممكن اليهود يقولوا إحنا كده تمام إحنا بنعرف الله الحقيقي وحده لا ويسوع المسيح الذي أرسلته الذي لا يؤمن به اليهود فهنا يفارق بين إيمان الوثنيين غلط وإيمان اليهود مش كافي أما الإيمان الصحيح أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته في يحنى 14 قال يسوع لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي في آية خمسة قال له يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق فالآية التي ذكرتها حضرتك قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي على طول في آية سبعة لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه قال له فليبوس يا سيد أرنا الآب وكفانا قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فليبوس الذي رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيي فضل يعني كلام في منتهى الوضوء بداية أقول على الآية واحد أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي وهنا توقف عند حرف الفاء نحن نؤمن بالوحي الحرفي كل حرف مظبوط في مكان لم يقل المسيح أنتم تؤمنون بالله وآمنوا أيضا بي لكن أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي وكأن المسيح بهذه الآية هو الله نفس الشيء في الآية الحركة تفضلت وقارتها بعد كده لما قالوا في لبوس أرنا الآب وكفانا ما قالوش أرنا المسيح وكفانا أرنا المسيح لا أرنا الآب وكفانا قالوا الله ده أنت من أوائل تلاميذي ده أنت من يحنى واحد قلت لك تبعني وتبع التاني أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا في لبوس ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيه الذي رآني فقد رآه الآب هذا إعلان في منتهى الوضوح لمن يريد أن يفهم أما من يريد أن يتكلم كلمة صعبة فأنا أرثي له وأقول أن أقدم نبوة في التاريخ اللي ذكرت في آخر رسالة في العهد الجديد يهوذة عدد 14 أخ نوخ السابع من آدم تنبأ عن هؤلاء قائلا وذا قد جاء الرب في ربوات قدسي ليصنع دينون على الجميع ويعاقب جميع فجارهم النهاردة ما فيش أكثر من الفجور في الشرق والغرب لكن مش بس يعاقب فجارهم على فجارهم لكن وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاط فجار فأنا أشفق وأرثي أتمنى أن روح الله يعمل في النفوس المعاندة أنت تعان أنت تنطح الصخر يا صديقي صعب عليك أن ترفص مناخ مثل ما ذكرت حضرتك في يحنى 8 وأنا إنسان قد كلمتكم لو إيري لآخر الإصحاح لا اكتشف الجواب بنفسه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن بيتكلم مش بس عن لهوته بيتكلم عن أزليته يعني عن أزليته هون كمان بنفس الإصحاح في آية 4 وآية 5 شو المسيح عم بيقول أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك لاحظ الكلام أخي يسب بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم طب لو الشخص مخلص وبيسأل هذا السؤال ألا يقرأ الآية اللي بعدها مهم بالظبط كده يعني لو أرى بقية الأصح في يحنى 17 لما يقول لينظروا مجدي مثلا اللي جي فيك عدد 24 لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم وهنا المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم أزلية واضحة وهي واضحة من أول الإنجيل في البدء مش بدأ الكلمة لكن في البدء كان يعني البدء طلع لقى المسيح أسبق منه إذن فهو أزل ما عليش يا أخي يوسف يمكن التكرار بعلم الشطار يعني ممكن أسألك توضحنا الفكرة لأنه أحبائنا كتير يعني من أحبائنا المسلمين يعني للأسف فيه ناس غير مخلصة وبيجيب لك آية بقول لك أنا من نفسي لأقدر أن أفعل شيئا ونفس الجواب لو تقرأ بس أكم آية بعد هالآية بتشوف سلطان المسيح على الخلق والإحياء وإلى آخرة بس ممكن توضح إيماننا المسيحي نحن نؤمن بالمسيح نؤمن بالطبيعتين توضح لنا الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية كمان مرة حتى ممكن اللي بيشاهد لأول مرة يعرف شو اللي منقصده يعني في العالة اللي أشرت إليها حضرتك لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا أنا أعرف فيها مش نفس أعرف فيها كمال ليه لأن أنا أنا الغلبان أقدر أن أعمل من نفسي شيئا عندما أفعل الخطيئة أنا لا أفعلها بأمر الله ولا بقوة الله وما بتعملها إيه بأعمل إرادة الذاتية الخطيئة هي التعدي فعل الإرادة الذاتية المسيح في كماله لا يقدر أن يعمل من نفسي شيئا إلا ما يتناغم مع الآب والابن والرحب بالنسبة للطبيعتين واضحة كل الوضوح في الكتاب المقدس مثلا لما يقول لنا والكلمة في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وبعدين يقول والكلمة صار أو خليني أقولها بطريقة تاني والكلمة اتخذ لنفسه جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب يعني أكتفي بتلت فصول يوضح لنا الطبيعتين أقول مرقص أربعة يحن أربعة ويحن أحداشر وأكتفي بذلك مع أن الآيات كثيرة مرقص أربعة تفضل إلا حصل المسيح في مؤخر السفينة على وسادة نائما وأسأل الله بينام يا جماعة حاشر في آية بتقول إنه ما بينامش آه في مزمور 121 إنه لا ينعز ولا ينام ولا ينام يبقى النائم هنا إنسان أيقظوه قائلين يا معلم نائم لأنه تعبان ونعسان تعبان ونعسان لأنه إنسان أيقظوه ألوله أنت لا يهمك أننا نالك فقام عمل إيه انتهر الريح والبحر قال للبحر أسكت إبكم عمرك شفت إنسان بيعمل كده وإذا واحد من البشر قال للبحر أسكت إبكم هيعمل إيه ولا هيسأل فيه البحر لكن هل يقدر البحر أن يخالف أمر خالقه أول ما قال أسكت إبكم في الحال صار هدوء عظيم فتعجب الذين في السفينة قالوا من هو هذا هو مين ردة الفعل من هو هذا فإن الرياح والبحر والمحر يطعار يبقى إذن هنا له سلطان على الطبيعة بس الجميل أن نشوف الطبيعتين في لحظة واحدة في لحظة نائمة الإنسان نائم في لحظة أخرى ينتهر الريح الله هو الذي ينتهر الريح إلى هنا تقف ولا تتعبى وهنا تضخم كبرياء لجاجك كإنسان كان عنده محدودية صحيح الرب يسوع تمام كإله طبعا يستطيع أن يقول كن فيكون يأمر فيطاع وده اللي حصل وده اللي أثبته وده اللي وراء يحنى أربع نفس الفكر يقول لنا إذ كان يسوع قد تعب من السفر وأسأل اللهوت بيتعب الله بيتعب حاشا لا يكل ولا يعي الشعياربعين يبقى عندنا آية بتقول الله لا يعي لا يتعب لا يكل طبعا بس هنا إنسان هنا فيه واحد تعبان يبقى إيه ده أنه سوت إذ كان يسوع قد تعب من السفر يحنى أربع ستة جلس هكذا على البدء بس بعد كده قال للمرأة السامرية أنا بديك الماء الحي اللي ليشرب منه لن يعتش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية بيد الروح قدس بيد الإنسان اللي يدي الله الروح قدس لا مش إنسان بل اللي بيد الروح قدس هو أقنوب معادل للآبي وللروح قدس وعلمه الكامل في ماضيها بالضبط وردت فعل السامرة أنه كان خلاصة الحديث لما آمنت المدينة أدركوا أنه المسيح مخلص مخلص العالم تمام تمام لما نوصل يحنى 11 حنلاقي نفس الشيء بكى يسوع الآية 35 بكى الله بيبكي ويبكي ليه الله لا الله ما بيبكيش لكن الإنسان رقيق المشاعر الحزين لألام مرثى ومريم بكى يسوع والطرب والطرب لكن شويتين قال بصوت عظيم لعازر هلما خارجا فقام الميت عجبني القديس أغسطينوس لما علق قال في المرات الأخرى لم ينادي المسيح الميت باسمه لكن في المقبرة العامة لو كان قال أيها الرجل قوم كان كل الرجال قامت تمام يعني بنشوف الطبيعتين في المشهد ذاته بكى يسوع قال للميت الذي أنت هلما خارجا فقام الميت لا وإعلاناته أنا هو القيامة والحياة فهذا الإعلان طبعا مثل ما ذكرت بس الغرض من الطبيعتين يعني ليش هو إله وليه إنسان وشو الغرض من الموضوع يعني الغرض على الأقل أو الحاجة واحدة وسيط بين الله والناس تمنى أيوب في سفر أيوب أصح تسعة ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا يعني أنا نفسي شخص يحط إيده في إيدي ويحط إيده كمان في إيد الله ويقربنا البعض يصالحنا البعض نجيبه منين شخص يقدر يحط إيده في إيد الله إن لم يكن معادل لله وفي الوقت ذاته يحط إيده في إيد أيوب وفي إيدي وفي إيدك عشان يبقى معادل لنا طب نجيب منين إله وإنسان الله وإنسان جه في ملء الزمن جه يعني في الحقيقة ما كان لا يخطر لنا على بال حدث يعني الكلمة لا تقول في قلبك من يصعد إلى السماء أي اللي يحضر المسيح أو من يهبط إلى الهاوية أي اللي يصعد المسيح من الأموات وعلى فكرة ولا كان يخطر على بالنا أبدا إن إحنا نقول يا رب بعث لنا المسيح أو أو أمو من الأموات ما يخطرش لكن الله عمل ما لم يكن يخطر على بال فهل بعد أن عمل نقول له يفتح الله يعني صرخت أيوب من ألاف السنين تمت في يسوع المسيح إن الله كان مصالحا العالم لنفسه طبعا من خلال دم يسوع المسيح صحيح طيب خلينا نأخذ فاصل قصير أخ يوسف كمان رح أسأل أوجه لك كمان سؤالين أو أكتر حسب الوقت بتاعنا إن شاء الرب على فكرة بحب أشجعك يعني إذا أنا بتمنى من كل قلبي إنه تصلي يا رب افتح ذهني افتح عيني افتح قلبي وإذا أنت مخلص فعلا بدك تعرف الحق الله بيتجاوب معه فكمان إذا عندك أسئلة لأنك مخلص وعاوز تعرف وعاوز تستوضح عن بعض الأمور في الإيمانيات المسيحية اكتب رسالتك أو اتصل بنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم مرة أخرى في برنامج ليكن نور أنا في حديث في بعض الأسئلة مع الأخ يوسف رياض لاحظ أخ يوسف من خلال هذه الأسئلة اللي احنا فعلا نسأل كثيرا جدا ولسيما من أخوتنا وأحبائنا المسلمين البعض بيسأل عن إخلاص عاوز يعرف وفي البعض الآخر يعني عاوز إيجاد الجدل عقيم لأنه كان يثبت عدم صحتنا أو عدم صحة الكتاب المقدس فالسؤال الأول كان بدور حول قول المسيح وأنا إنسان قد كلمتكم أجبت علي والسؤال الثاني حول هوية المسيح أنه ها بيعترف أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك وأنا يسوع الذي أرسلته يسوع ما هو إلا رسول فأجبت طبعا على هذا السؤال السؤال الثالث اللي عاوز أوجهه سؤال كتير كتير مهم وهي اللي بتشوفها بأعداد كبيرة على صفحة الفيسبوك المشابهة بين آدم وبين المسيح يعني أنتوا بتقولوا المسيح معجزة طب ما هو آدم كمان معجزة آدم بلا أب وبلا أم طب بلاش حوى كمان معجزة يعني أجت من آدم بلا يعني بلا أي شخص آخر والمسيح يعني جاء بلا أب بس من أم شو الإعجاز في الموضوع عز تجاوب على هذا السؤال وبعدين ننطلق على ايه التشابه ايه المفارقة بين المسيح وبين آدم تفضل أخي يوسف بداية أقول أن آدم معجزة طبعا طبعا حواء معجزة أكيد لا أقول أيضا أن حضرتك وأنا والمشاهد إحنا معجزة طبعا كيف يتكون هذا الكائن اللي بيقول عنه في مزمور 139 صنعتني بإعجازك المدهش يعني الإنسان الإنسان ده مش معجزة ده مليون معجزة ده ألف مليون معجزة طبعا معجزة المسيح مش مسألة معجزة لكن مسألة مختلفة خالص إنه يختلف عن كل البشر المغالطة الكبرى اللي كثيرا ما روجها البعض ما عرفش عن جهل أم عن قصد غير لا عن حقد في كتير ناس عم حقد أنا أقولها يعني لأنه عم بواجه في الحديث هذا الموضوع إن آدم اتولد بدون أب وأم لا ما اتولدتش آدم مخلوق وليس مولود ومن ترحل والعواء من غير الأم لكن من أب برضو غلط يعني كل اللي بيقوله غلط آدم شابوها آدم رجلها وزوجها والله والله كان يريد أن يظهر ويبرز وحدة الزواج الرجل والمرأة اتنين لكن هم أصلا واحد وبعد الزواج ليس بعد اثنين بل جسد واحد المسيح بعد أن خلق آدم وحواء جاء بلايين البشر إلى العالم الكل جاء من رجل يتزوج امرأة ما فيش غير كده المسيح جاء من باب مختلف لماذا ببساطة لأنه مختلف مختلف عن مين عن كل اللي قابله وعن كل اللي بعده طبعا موضوع آدم مختلف آه مختلف بس ما زال هو إنسان وزي ما حكا قلت أنه أصله تراب وإحنا أصلنا تراب المسيح لا مش تراب مش تراب يقول لنا الإنسان الأول من الأرض ترابي كورينتوس الأولى خمستاشر الإنسان الثاني الرب من السماء إذن هو مختلف تماما وإحنا من التراب ونعود إلى التراب بالصفت إحنا من التراب ونعود إلى التراب المسيح هو الذي مات ولم يرى جسده فسادا لماذا لأنه مولود بدون خطية وعاش بدون خطية المسيح مختلف تماما عايز تفهم المسيح المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد لماذا علشان يمكن أنه يموت لأن الله له وحده عدم الموت ولماذا يموت لأنه حبك وحبني يفديني فبذلك سفك الدم على شخ خاطر يفديني لو كان هو الله في لهوته لما مات لأن الله لا يموت ولو كان مجرد إنسان كان مولود بالخطية ولا يمكن أن يكفر عن العالم كله لأن إنسان لو وجد إنسان بار يكفر عن واحد لا ما يكفرش حتى عن واحد لأن نفسه مش ملكه لنفسك ملك الله فأنت هتقدمها لله بتاعيه طب ما هي هتقدم له حاجة لكن المسيح يملك نفسه قال ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي شوف أخ نظار المسيح لما تولد بطريقة مختلفة لما عاش عاش بمليان أعاجيب في حياته ولما مات مات عجيبا وقام عجيبا وصعد عجيبا وسيأتي ثانية ويتعجب منه من جميع الناس صحيح فإذن يعني إحنا لما نتكلم عن داما أنه مثل المسيح مثل آدم فواضح أنه آدم مخلوق المسيح غير مخلوق صحيح إنه مولود وولد في مل الزمان وفي آيات كتير اللي بتوضح هذه الفكرة لكن فيه اختلافات كتير وفيه مشابهات إيه الاختلاف وإيه المشابهة بين المسيح وبين آدم يعني هذك قلت إن الآدم مخلوق والمسيح غير مخلوق وأضيف المسيح خالق نعم لأ مش خالق الخالق نعم خلق إيه خلق الكل وهو علة الكون يعني فيه كان كل شيء بالضبط يعني لما يقولك في كلوسي 1-16 الكل به وله لأن شهود يقوله آه به كواسطة أو كوسيلة لكنه خلقها لله نقول لهم الكل به وله قد خلق ده بيدل على إنه مش مجرد إنسان ولا مخلوق لكنه الخالق العظيم وفيه يقوم الكل يعني نكمل الآية بالضبط إذا حبينا نكمل ونشوف برضو مفارقات بين آدم والمسيح آدم قبل أن يخلق لم يكن له وجود المسيح قبل أن يولد أزلي نعم ميخة خمسة اتنين وأنت يا بيت بيت لحن وأنت صغيرة منك يخرج مدبر الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل فآدم بدأ عندما خلقه الله قبل كده مالوش وجود المسيح لم يبدأ عندما ولد من المطواب العذراء لكن لما جاء من الزمان أرسل الله ابنه يبقى كان ابنه قبل ما يرسله إلى هذا العالم مولودا من امرأة مولودا تحت النموس والغرض ليفتدي ليفتدي يبقى جاي علشان يفتدي المفارقة ثلثة أن آدم أخطأ وبإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وشوهت المشهد المسيح على العكس حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم يعني إذا كان آدم أدخل التشويش والفوضى إلى الخليقة فخطيئة العالم حالة البؤس والشقاء في العالم من اللي رفعها أو يرفعها المسيح حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم آدم جلب اللعنة ملعون الأرض بسببك ومظهر اللعنة شوكا وحسكا تمبت لك وإحنا ماشيين إذا كنا مش واخد بالك ممكن شوكا تدخل في رجلك ويا مفلاحين دخلت أشواك وتألموا بسبب الأشواك المسيح هو الذي مش جاب اللعنة حاشا لكنه يرفع اللعنة افتدانا من لعنة النموس إذ صار لعنة لأجلنا له كل المجد دخل البركة المسيح دخل البركة آدم من تراب زي ما قلنا المسيح ليس تراب من فوق من فوق مصرة الرب بيد آدم فشلت كان عنده خطة بس آدم ما نجحش المسيح مصرة الرب بيده تنجح إشعية 53 الآية 10 إذن المفارقات كثيرة جدا بين آدم وبينا المسيح لكن فيه تشابه بين آدم والمسيح آه واحد ما هو التشابه أن آدم رأس لجنس المسيح رأس ثاني لجنس مختلف وهنا أيضا المشابهة يعني المفارقة أكثر من المشابهة أنه في آدم يموت الجميع نعم كل واحد منتسب لآدم ورث عنه الموت أنت مش محتاج تعمل أي حاجة عشان تموت كل إنسان نهاية الموت مش كده لأننا في آدم نعم عايز تنجو من الموت وتعتق من هذا الموت تبقى في المسيح هكذا في المسيح سيحيى الجميع كما في آدم يموت الجميع في المسيح سيحيى الجميع المفارقة هنا أيضا رغم التشابه أنه ده رأس جنس وده رأس جنس لكن المفارقة أيضا واضحة وصارقة واحد ورسنا الموت والتاني ورسنا تبرير الحياة لكن مخطط الله واضح منذ الأزل أنه حتى لما أخطأ آدم وحوى لم تكن مفاجأة الرب أخذ زمام المبادرة وألبس هما أقمسة من جلد واتكلم في النبوة المسيانية الأولى في الكتاب المقدس أنه سيأتي المسيح من نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحياة وهذا التام طبعا في شخص يسوع المسيح الشيء الجميلة يا خنزار هو أن الكتاب المقدس يحدثنا عن المسيح روحة الكتاب زي ما حك تفضلت من أول ما سقط الإنسان إشارة إلى المسيح طب أمشي الصح اللي بعديه لما هابيل قدم ذبيحة وربنا أبى الهابيل إيه الذبيحة دي؟ الذبيحة دي هي المسيح وبعدين أمشي شوية تلاقي أن نوح خلص عن طريق الفلك إيه هو الفلك ده؟ الراب يسوع المسيح ونمشي شوية ابن إبراهيم اتعتق من الموت وافتدئ بذبح عظيم لماذا؟ لأنه بيصور لنا الصليب مسبقا ونمشي في الكتاب نلاقي كله بيكلمنا عن قصة ذاتها اللي هو المسيح اللي لما جيه في العهد الجديد الرسول بوليس قال لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا وأقول أن الشيطان لا يكره في الدنيا في الكون إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا فعندما ينكر فيه لا هوته أو قداسة ناسوته لا عجب عندما ينكر صليبه وقيامته لا عجب ده الشيطان اللي بيعمل كده لكن نحن الذين نؤمن بهذا الكتاب نشكر الله لأنه حبنا ومتعشنا وشكرا لي لأنه مش في قبضة الموت يعني وعاوز أكد للمشاهدين لسنا طبعا إحنا جماعة مخلصين ولسنا من المشككين بل بالعكس إذا عندك سؤال يعني بدل ما تهاجم بطريقة سؤالك اسأل ليه إحنا منعلم بهذا الطريقة ولماذا نؤمن بهذا يعني اسأل ليه هيك إيمان المسيحين شو هن بيحكوا عن كتابهم ليه بيؤمنوا بهذا الطريقة قبل ما أنك توجه إهانات وكل أنواع الكلام على فكرة موضوع آدم والمسيح طبعا بحب أشجع المشاهدين فيك ترجع للصفحة في Light for All Nations بتشوف حلقة كاملة الساعة كاملة الحديث عن آدم والمسيح وأنا بشجعك أنك تفوت على هذه الصفحة رح نأخذ كمان سؤال سؤالين بس بحب أعطي فرصة للمشاهد كمان إذا عندك أي سؤال أي استفسار اتواصل معنا إما هاتفيا على السكايب على الفيسبوك أي طريقة منحب نسمع منك سأعود بعد هذا الفاصل أهلا أعزائي المشاهدين برحب بكم مرة تانية في برنامج ليكن نور وعن هيك مخدين جلسة خاصة مع الأخ يوسف إرياض في بعض الأسئلة من كلمة الله البعض طبعا عاوز يستوضح ويعرف أكثر عن هوية وشخصية المسيح المتميز الفريد ولكن البعض الآخر بيسأل حتى كأنه يعني ها أنا بد أفحمك أوريك أنك أنت غلط والطريقة المفروضة يكون أنا بسأل عشان فعلا عاوز أعرف واحترم الشخص المقابلة في موضوع كتير كتير مهم أخ يوسف ونتأكد أنه دايما تسأل هذا السؤال السؤال هو هل إله العهد القديم هو نفس الإله العهد الجديد من هو الله الذي نعبده في سبب لهذا السؤال أو أكتر من سبب على الأقل سببين الغير مسيحيين بقولوا ما هو إلهنا وإلهك وحد أوكي بنعبد إحنا نفس الله لما بتيجي لصفات الله وطبيعة الله بتشوف فيه اختلاف هائل جدا لما بتيجي للعقائد المسيحية والإيمانيات الأساسية اللي هو جوهر العقيدة المسيحية أو التعليم المسيحي فبتشوف مفارقات هائلة الشيء التاني اللي هو يمكن أوكي مع الأديان التاني نقول فيه اختلاف لكن كتير مرات حتى بين المسيحيين لما بيحاولوا يدرسوا طبيعة الله أو صفة الله في العهد القديم هل هو فعلا نفس الإله لأنه عم بيشوفه مثلا عنف في العهد القديم في العهد الجديد عم نشوف شخصية يسوع المسيح وبيقدم لنا الله الآب المحب اللي هو كان محب بس فيه إعلان هيك من يسوع أظهر هذه المحبة كيف فيك تجاوب بتناغم عن هذا نفس الإله في العهدين طبعا ما فيش حاجة اسمها إله العهد القديم راح فين يعني اختفى وبعدين طلع واحد جديد أو الله تغير طبعا هذا الكلام كله غراء وأي واحد مفكر حيرفضه طبعا إله العهد القديم هو نفسه إله العهد الجديد إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو إله وأبو ربنا يسوع المسيح نعم لكن علينا أن نميز بين العهدين خليني ببساطة أقول العهد القديم كان امتحان للبشرية وفي الامتحان ربنا ما بيغشش الامتحان أنت بتدخل بتاخد ورقة الأسئلة ورقة الإجابة وبتجاوب علشان نعرف مستواك كان العهد القديم من أوله لآخره بمثابة امتحان للبشر مش عشان الله يعرف الله يعرف لكن علشان الإنسان يعرف نفسه وضح الفكرة أكتر خيوسف يعني الإنسان محتاج مخلص ولو أرسل الله المخلص فورا الإنسان المتكبر حيقوله هو أنت جربتنا وإحنا ما نفعناش طب هو آدم كنه أخطأ معنى كده أن أنا لازم أخطأ أنا كنت حابقا أجدع من آدم ولا أخطأ فالله سمح بفترة طويلة لامتحان البشر أربع تلاف سنة لكن الله امتحن البشر مش امتحان واحد لكن امتحانات كثيرة اللي بنسميها التدابير مثلا تدبير الضمير بعد أن طرد الإنسان من الجنة طرد لضميره فما الذي حدث الحدث هو اللي جيه فيه تكوين ستة امتلأت الأرض ظلما وفسدت الأرض كلها النهاردة جمعيات حقوق الإنسان وغيره بيتكلموا عن إيه مش عن حق ربنا أبدا لكن عن حق الحيوان يمكن حق الإنسان يمكن لكن حق الله الله ملوش حق بكل أسف فالإنسان متحن سابقة فمتحن فلما ثبت فشلوا أو خليني أقولها بلغة الكتاب وزنت بالموازين فوجدت ناقصة وخلي بالك مش ميزان لكن كأنه توزن بميزان طلع ناقص نديله فرصة تاني وميزان تاني وكمان ميزان وجدت ناقصا لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه في العهد الجديد الله مش بيمتحن الإنسان إن يمور خلاص امتحنك وطلعت ساقط وأنا بحبك مع خطيك بس أنا حخلصك من خطيك أدي الفرق الجوهري يعني العهد القديم بيظهر فشل وعجز الإنسان بدل ما يكون نور صار ظلمي بالضبط بدل ما يكون شهادة بالعكس يعني عصى ضد الله بالضبط عشان كده الله أدى فرصة كاملة ليس كل ما جاء في العهد القديم الله يوافق عليه صراحي جاء في العهد القديم بس خلي بالك العهد القديم يسجل ما حدث ليس بالضرورة يوافق على ما حدث أدي تشبيه واحد بس داود أخطأ مع امرأة أورية الحثي وزنى وقتل الكتاب المؤدس سجل ذلك لأن الله موافق على ذلك مش كده طبعا لا لأن جاء له ناثان النبي وقال له لا يفارق السيف باتك أنت احتقرت الرب يبقى إذن الكتاب المقدس سجل ما فعل داود دون أن يسجل أن الله كان مصرور بداود عندما زنى وعندما قتل لكن بيورينا واحد من أفضل الرجال عشان كده أنا لا أستعجب لما أسمع عن أي واحد مهما كان عظيما طلع فاسد أقوله يعني الإنسان فاسد يعني ما الجديد اللي يدرس الكتاب المقدس يعرف أن الجميع زاغوا وفسدوا مين دول الجميع فإذن دا العهد القديم كان امتحان وفشل الإنسان في الامتحان فجاء المسيح لا ليمتحني مرة أخرى خلاص النتيجة طلعت لكن اللي يقدم ليه يعني طبعا كمان نشوف النعمة في العهد القديم بالنسبة لدأود أنه رغم الخطيئة الكبيرة واللي سببت مأساة في عيلته في بلده بعديها منشوف أنه كل الملوك يعني بقول المثال بتبعهم داود فعل المستقيم كدأود صحيح وحتى الرب لما تكلم عن داود وجدته داود بن يسه رجلا حسب قلبي صحيح فمنشوف برضو النعمة حتى في العهد القديم لكن عادة لما بيغتبسوا عن الإله العهد القديم دائما في موضوع العنف يعني طب ما فيه قتل إزاي الله بيؤمر بالقتل وإزاي الله بيؤمر بالدماء هذه الفكرة مش منشوفها في العهد الجديد برضو أخطأوا أكثر من خطأ في هذا الأمر الأمر الأول إنهم مش كل الحروب كانت بأمر الرب في حروب بأمر الرب نعم لماذا؟ لأن ناس أشرار طب هو ربنا ما غرق الأرض في الطفان ليه محدش معترض والله ما حرق سادوم وعمورة ليه محدش معترض لأن الناس دول كانوا خطأ وأشرار لدى الرب جدا إلى الدرجة اللي فيها نشوف إن رجال سادوم عايزين يعملوا الخطيئة مع الملاكين اللي أرسلهم ربنا علشان يطلعوا قلوت ولما ضربهم الملاكين بالعمى عجزوا عن أن يجدوا الباب يعني مع عميان اضربوا في أعز ما لديهم وما زالوا يبحثون عن الباب ليفعلوا الشر والفحشاء بملائكة السماء هذا فقر حتى في أرض كنعان يعني وصل الحال فيهم أنه بمارسوا كل أنواع الشزوز الجنس مع الإنسان والحيوان والرب بيعطى الريزن بيعطى السبب أنه الأرض نفسها الأرض يعني بدها تزدهم خمسمائة تأميل لفظاتهم لفظاتهم يعني استخدم التعبير ده فيعني الله القدوس ألا يعقل أنه وناس عم بتقدم أطفال ذبايح بس الرب كمان أعطى فرصة ولا لا أخ إرياء يوسف أعطى فرصة أعطى فرصة ربعمية سنة من إبراهيم ذنب الأمرين ليس إلى الآن كامل لكن أوضح كمان حاجة الله لم يأمر شعبه أنهم يلفوا الأرض علشان يقتلهم الوثنيين لا بس أنا عايز الأرض دية أرض كنعان أرض عمان وقيل عايزكم تطهروها من الوثنيين طبعا حق ربنا لكن الشعب فشل لأن زي ما قلنا كان تحت الامتحان والامتحان أثبت فشل اليهود وربنا عمل في اليهود نفس اللي عمله في الأمم لأنه مش متحيز ما هواش إلى عنصري زي ما البعض بيفكر لأن حدث للشعب الشيء ذاته أضيف شيء آخر إذا سمحت لي وهو أن في العهد الجديد الله غاضب والله يدين الناس فاكرين أنه الله في العهد الجديد سو سويت نعم الله محبة وبذل ابنه لكن ماذا عن الذي يصر على رفض وتجاهل خلاص الله ماذا كم عقابا أشر تظنون أنه يحسن مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دانسا واصدار بروح النعم الناس بتفصل إلى علامة زكا وبتاخد من الكتاب اللي يعجبها وتسيب الباقي عشان كده تلاقي ناس كتيرا ما تقرى صفر الرؤية لأنك لا بلاش ده بلاش ده الكتاب واضح حتى في العهد الجديد الرسول بولوس لما بيحكي لكنيسة روميا أم تستهين بغين لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالما أن لطف الله إنما يقتادك للتوبة صحيح ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العدلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله لكن برضو يعني في غضب يعني في يوم للدينونة في يوم للدينونة يعني أعمال 17 بيتكلم أنه عن هذا اليوم لما منقرأ في سفر الرؤية منقرأ على دينونات يعني أنت منقرأ على شيء مخيف شيء مرعب يعني فعلا مثل ما بقولك تاب مخيف هو الوقوع في يدي الله الحال يعني اللي رح يصير في آخر الأيام أصعب من أي عصر مضى صحيح وأضيف يا أخي النظار أن العهد الجديد يكلمنا عن جانب غضب الله اللي البعض بيتجاهلوا عمدا لا في غضب وفي يوم اسمه يوم الغضب ومخيف لكن أقوله أيضا بس أنه الله بالعجل مش عم بفتح الأرض تبلع الناس لا أو بنزل نار من السماء توقع الناس النعمة ولا ما فيش لا فيه طبعا فيه يعني مثلا سفر يونان كله على بعضه بيتكلم عن إيه نعم الله هيقلب المدينة طم تقلبها رب تبت تستأذن ودول جماعة وثانيين ودول جماعة وثانيين إحراءها أخفار لا الله بعت يونان ولما يونان عصى أجبره أن يذهب أدابه أدابه عشان يوصل وبعدين تابت المدينة والله عافى عنها عافى عنها يبقى إذن هناك مثلا رحاب الزانية لم تهلك مع العصات الله دي واحدة زانية كانعانية رحمها رب سفر رعوث سفر بأكمله يدور حول وحدة مؤبية يعني الله عنصري طب ما كانش خلص رحاب ولا كان خلص رعوث ولا كان خلص التاي الجدي ولا كان خلص ده يعني آلاف نقدر نسميهم ونقدر نشير إليهم في العهد القديم الرحمة خلصتهم يبقى إذن إله العهد القديم سو باد إله العهد الجديد سو سويت كلام تهريج اللي ناس مش فهمه أو بتتجاهل عمدا لا في العهد الأديم الله حطت الإنسان تحت الامتحان وكله تعدلنا لمجازات عادلة لكن هناك وميض من الرحمة والنعمة وكمان المشكلة التانية أنا شخص يعني جاي من الأراضي المقدسة كل شيء يسيس يعني بالسياسة عم نطلع على السياسات الحالية ومنحاول يعني انترجم الوضع السياسي في الوضع الكتابي ومننسى أنه الله يعني نفس الإله أجرة الخطية أيها موت النفس التي تخطئ تموت وهكذا فمنشوف حتى دينونة الله وعقاب الله على اليهود يعني كان فضيع جدا سواء في السبيل الأشوري أو السبيل البابلي أو حتى في الرومان يعني في سنة سبعين ميلادي في أيام هدريان صحيح مئة واثنين وثلاثين ميلادي وهكذا أوكي فإن الله هو نفس الإله بس صفاته فيها توازن ولا لا صحيح تمام هو عادل قدوس بس وكمان محب ورحيم كل هاي الصفات يمكن اجتمعت في يسوع المسيح يعني لما تقرى حضرتك الشعية 18 بيكلمنا عن نبوه عن إسرائيل يقول لك خرقت الأنهار أرضها ايه معنى كلمة خرقت الأنهار أرضها في نفس السفر يقول إذا جاء العدو كنار كأنه عاوز يقول يا ما أعداء دخلهم إلى أرض إسرائيل الأشوري والكلداني ولما تقرى صفر القضاء والفارس واليوناني صفر القضاء سبع مزلات وبعدين الأشوري واليوناني والفارس يبقى أيضا الله مش مش متعصب أو متحيز للشعب لا هو قدوس تمشي بالقداسة يعني يكرمك أنا أكرم الذين يكرمون تهين ربنا وتحتقر وتزدري به الله لن يتساهل معك شو الرسالة اللي نوصلها من خلال كل هاي الأسئلة اللي سألناها أنه يعني شو الإله اللي احنا بنتكلم عنه يعني آية بتعجبني جيت فيه أمثال تسعة معرفة القدوس فهم طبعا معرفة الله عز وفهم لكن هنا بيختار من الله شيء محدد يقول معرفة القدوس أن تعرف الله أنه قدوس طب ده أمر مزعج مزعج لو ما كانش فيه الصليب وما كانش فيه المسيح قداسة الله استلزمت الكفارة ومحبة الله قدمتها يعني أنا محتاج كفارة طب أجيب من إيه كفارة ده أنا أجلد نفسي أمشي على نار أعمل إيه بالضبط عشان أكفر لا تعمل شيء المسيح عامل كفارة فمعرفة القدوس الذي يكره الخطية الذي في محبته قدم الكفارة اللي هو الرب يسوع المسيح يا بخت كل من عرف الله وعرفه الرب يسوع المسيح أخي يوسف أنا بشكرك من كل قلبي على وقتك وعلى خدمتك ربنا يباركك ويبارك خدمتك ودايما في أي وقت بتزورنا بليز من فضلك رب يبارك تعال زورنا احنا بنشكرك على كل هاي المواد الحلوة والتعليم الحلو الرائع اللي الرب استخدمك فيه ويبارك حياتك وكمان بحب أوجه للمشاهد الكلمة الأخيرة احنا بنتكلم في مواضيع أو في أسئلة مش عشان نظهر تفوقنا حاشة لا احنا ناس مثلك مثل بعض محتاجين نعمة الرب ولا واحد فينا كامل كلنا ناقصين استعرف اللي بميز الإنسان انه فعلا أنا بدي أنا بدي أبحث بدي أعرف والرب أعطانا كل الإمكانيات وكل الوسائل هو أعلن عن ذاته بس تواضع أمام الرب قوله يا رب أنا عاوز أعرفك فيه أبسط منها وإذا أنت عاوز فعلا الحياة الأبدية قوله ارحمني أنا الخاطئ أو كما قال بطرس يا رب نجني أو كل من يدعو باسم الرب يخلص أو التفت وخلص وهكذا عندما تنظر إلى يسوع لابد أن تنال الخلاص والحياة الأبدية الرب باركك اشتركوا في القناة